موسيقى حد بيقول يا ابونا انا باخد من بابا مصروف زيادة ولما بشتري حاجة بقول ان سعرها اغلى بسبب ان بابا بخيل جدا ومش بيديني اي حاجة غير مصروف قليل ومستلزمات الدراسة فقط مع العلم ان مرتبه كويس جدا بس خلال حياتي عرفت ان بابا بيحب يشيل الفلوس وماما هي اللي بتجيب لي كل حاجة من هدوم يحتاجاتي بالرغم ان ماما بتشتغل ومرتبها ضعيف خالص من زي بابا وهي عارف ان انا بعمل كده بين قصويني يعني انها بتخنصر من الفلوس اللي بتاخد من بابا حتى في الاجازة مفيش مصروف ولو حتى انا رايحة كنيسة او خارجة مع صحابي او رحلة او مؤتمر كل الحاجات دي ممنوع اخد فيها فلوس انا بحاول احاوش على قد الامكان عشان اخد ماخدش من فلوس ماما بس انا حاسة ان كده غلط ومش قادرة من كتر التفكير ومش عارفة اذا كانت دي خطية والمسيح زعلان مني ولا لا على فكرة اب اعتراف يعرف بابا وعارف طبعه بس انا ما قلتلوش الخطية دي لاني انكسفت بما انك انت مكسوفة وحس ان في حاجة غلط ده معناه ان في حاجة غلط يعني ايه في حاجة غلط طبعا في حاجة غلط ازاي في حاجة غلط انا اقولك اللي احنا بنحمله ده اسمه سرق والخطية لا تبرر يعني مش عشان بابا بخيل انا ممكن اسرق ما هو ممكن كمان علشان انا بخاف اجذب وممكن كمان علشان لقصاد مش مصدقني احلف وممكن كمان علشان انا عندي احتياجات اعمل خطايا جسدية يبقى طالما احنا بنقول سبب يخليني اعمل خطية وضمير مرتاح دي اسمها التبرير يعني ببرر فعلي ان انا بالتمث لنفس عزر انا بسرق ليه بابا بخيل لا الفضيلة كانت ايه كان يوسف قاعد لواحد في بيت فطفار وفيه ست بتتحرش بيه كان ممكن يقول الحقيقة انا عبد وهي ست كنتش اقدر اقول لها لا لكن الحقيقة يوسف قدر يقول لا بالرغم من ان الظروف كانت صعبة وضغطة عليه علشان كده انا بقولك ان اللي احنا فيه دي خطية محتاجين نتوب عنها حتى لو ما صرفناش انا عارف اللي بطلبه منك صعب وممكن تقولي ده مستحيل يا ابونا انا بنت وليه مصاريف وليه احتاجاتي عايز اقولك اللي انت بتعمليه كده يخليك زي القدسين بالزبط انك انت استحملت تجربة وشكرت عليها وربنا بعد كده اكيد انا واثق انه هيعوادك هيعوادك بس انت تكوني امينة لغاية اخر وقت اشتركوا في القناة